توجه البطل العالمي السابق مصطفى الخصم باعتدار كبير لساكنة جماعة إيموزار كندر التابعة لتراب إقليم سفرو حيث أكد أن صبره نفذ بسبب كم العرقيل التي تضعها معارضة مجلسه في طريق تنمية هذه المدينة قبل أن يؤكد أن الخيار الوحيد لإنقاذ المدينة هو حل المجلس وإعادة الانتخابات وارتبطا بما جرى ذكره نشر مصطفى الخصم رئيس جماعة إيموزار كندر شريط فيديو عبر حسابه الخاص على الفيسبوك قدما فيه توضيحات أكثر بخصوص دورة ماي العادية التي عقدها مجلسه مشيرا إلى أن المعارضة رفضت مرة أخرى التصويت على نقاط في جدول أعمال الدورة أبرزها نقطات تتعلق بإمارام اتفاقية تدفير المفوض لقطاع النظفة وأخراتهم مدعم جمعيات رياضية وثقافية بمينح مالية إليكم الفيديو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 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 سبب ما أركي أرصب هذا المقاط في دورة الرابعة السلطة الإقليمية لماذا ورحمة الله الذي نقول أنت بإسعار المعارضة التي تصويت ضد المشاريع وضد المصلحة من المواطن والمواطن وكي لا نعرف بالنسبة للمعارضة تصوت ضد هذه المشاريع ندخل لكم في الظهرة نعطي لكم لما تصوتون اليوم نعطي لكم المهمين المهمين هو دم الجمعيات دم جمعيات دم جمعيات دم جمعيات دم جمعيات الرياضيين جمعيات ثقافية جمعيات الدياليز جمعيات التي تقوم بدياليز للناس خصوم المعاونة خصوم نعطي لهم كل أحد يضعون الدم هذه المشاريع لا يصوتون لا يكتش معانا له لا يصوتون الدم جمعيات معانا